قرارات جديدة للحكومة اليوم بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بحضراتكم من جديد قال المستشار نادر سعد المتعدس الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم اليوم التوافق على العدد من الإجراءات والقرارات التي سيتم العمل بها بداية من الأحد القادم 26 يوليو وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستعابية وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول لسهولة التحكم في عدد المرتدين من خلال التذاكر التي سيتم طبعتها يوميا كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكفاتريات والمطاعم وما يماسلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة حتى الساعة 12 منتصف الليل على أن يتم غلق المحال التجارية والحرافية بما فيها محال لبيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية أي المولات الساعة 10 مسان كما سيتم زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستعابية لكل من المطاعم والكفاتريات والمقاهي مع التأكيد على تطبيق كافة لجراءات الوقائية والاحترازية هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسينمات والمسارح وهو أن لا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستعابية أما فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى مع التكبيرات والخطبة وتمت الإشارة في هذا الصلاة إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة كما شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد وتضمنت القرارات أيضا السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين خمسين شخص فقط وبشرط أن لا تقل الطاقة الاستيعابية للقاع المقام به المؤتمر أو الاجتماع عن مئة شخص كما تضمنت القرارات لاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى وذلك بدءا من مطلع شهر أكتوبر المقبل مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والإحترازية التي يتم تطبيقها والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول دي كانت أهم قرارات الحكومة في اجتماع اليوم بخصوص تخفيف الإجراءات الإحترازية بشأن فيروس كورونا شكرا لك عزيزي المشاهد وردت لو عجبك الفيديو تضغط لايك أما لو كنت بشاهدنا الأول مرة اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ليصلك إشعار بكل أخبارنا أول بأول شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة